قال وانجلو تونغ المدير والعام للشؤون الأوروبية بوزارة الخارجية الصينية إن بلاده لا تتحايل على العقوبات المفروضة على روسيا مضيفا أن بلاده تساهم في الاقتصاد العالمي من خلال مباشرة تجارة طبيعية مع روسيا وهي ليست طرفا معنيا في أزمة أوكرانيا تصريحة المسؤول الصيني تأتي بعد يوم من عقد الصين والاتحاد الأوروبي قمة افتراضية طلب خلالها الاتحاد الأوروبي من بكين عدم السماح لموسكو بالتمرلس من العقوبات الغربية المفروضة عليها